السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة ومشاهدي أونتايم سبورس في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب أونتايم الحقيقة بحقيق كابتن محمود الخطيب رئيسي من يدي الأهلي على أذور الرائع بالأمس مع الكابتن أحمد شبير وكانت حلقة أكثر من رائعة ردود كتير جداً مبارح وردود كتير جداً للسوشال ميديا وردود كتير للتاريخ يعني للتاريخ حقف هنا عند نقطة مهمة قاعدنا نتكلم فيها كتير وإشعاد تروح وإشعاد تيجي كنت سعد بحتار بقول خناءة بعض النجوم خناءة بعض النجوم كابتن مجدي عبدالغني كابتن شادي محمد كابتن بعض الكابتن اختلفهم عن كابتن محمود الخطيب أو كان فيه اختلاف ثم علاقات طيبة ورائعة فليه بقى مش كله يتصالح يعني ليه الأمور ما تمشيش كلها كده رد كابتن محمود الخطيب مبارح كان رد عظيم جداً ما يخصني أنا ويخص نجوم نصالح وكن كل الاحترام للجميع ما يخص النادي الأهلي محدش يقدر يفرط في حق النادي الأهلي اللي مشي من نادي الأهلي مش هيرجع تاني الحديث كان على رمضان أو أحمد فتحي أو شريف أو أي حد اللي مشي من نادي الأهلي ورحل من نادي الأهلي مش هيرجع نادي الأهلي تاني طيب واحد يقول هل الكابتن محمود الخطيب بيوجه رسالة للرمضان أكيد لا أكيد لا هو في اللقطة دي الكابتن محمود الخطيب يوجه رسالة عامة للعيبة النادي الأهلي في زمن الاحتراف وفي زمن الفلوس الكتير اللي ممكن تكون موجودة قدام لعيبة كتيرة جدا الفلوس الكتير اللي ممكن تكون موجودة قدام لعيبة كتير جدا إن هم يرحلوا عن الأهلي ارحل نتمنى لك كل التوفيق ولكن مش هترجع تاني اللي حيخرج من باب النادي الأهلي للمقارنة ما بين الأهلي وأي نادي افرق ما بين الإعارة ما بين الأهلي عيرك ما بين الأهلي يبيعك ويرجع الشريك اللي حيسيب نادي الأهلي ويختار الفلوس مش هيرجع لبوابة النادي الأهلي تاني وده الحقيقة كان مشهد رائع جدا وإجابة نقف عندها كتير ما نعودش بقى نكتهد فلان عايز يرجع فلان عايز يروح حسام عشور فيه خلاف خلاص طب ده كان فيه سنين خلاص طب ده قضى سنين كتير جدا في النادي خلاص أعتقد أنه هو رد كبير ورد للتاريخ زي ما بقول لكم طيب